اشهد دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتوجيه السامي من جلالة الملك المعظم بتحويل جميع الميزانيات المخصصة لاحتفالات بمناسبة اليبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم إلى الجمعيات والصناديق الخيرية وذلك من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لافتاً إلى أن هذه المبادرة الكريمة تجسد أرقاق قيم التراحم والعطاء الإنساني وتعكس العناية الفائقة بالعمل الخيري المستدام على الصعيدين الداخلي والخارجي منوهاً بالمبادرات الملكية السامية لتعزيز التكافل والتعاون بين الناس وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن العمل الخيري يشكل ركناً أصيلاً من هوية مملكة البحرين النابعة من قيم دينية سمحة وإرث مدني عريق وحرص على ثماسك الأسرة الواحدة ترجمة نانسي قنقر